لما نخبرتكم بأنه فليكس من استريكيدز اتعرض للهجوم والتهديد بالك من الكارهين الموضوع متوقف هنا لأنه البرحة اتعرض هيونجين لكمية هجوم وانتقادات وتهديد أكبر على الانستجرام والبابل وطبعا الاستاي عرفوا مين هاي الفئة المريضة اللي هاجموا هيونجين وإذا حابين تعرفوا مين هم لا تنسوا لايك ونشر الفيديو فجميع الاستايز عم بطالبوا من وكالة جي واي بي إنها تحمي هيونجين من الهجوم والكراهية اللي عم بتعرض إلها لدرجة إنه عدد كبير من الكارهين اتمنوا له الموت ومنهم عم بانتقدوا لمظهره حتى إنه تم الكشف عن أكثر من ألف مستخدم اشتركوا بتطبيق بابل لحتى يسبوا ويهاجموا هيونجين وطبعا جميع الاستايز كشفوا عن هوية هاي الفئة المريضة والهم سولستان أو بما يسموا آكيافان وهاي الفئة بحبوا آيدول واحد من الفرقة وبكرهوا باقي أعضاء الفرقة اشتركوا في القناة